ترأس سعادة السيد عبدالله بن عد الفخر وزير الصناعة والتجارة أعمال الاجتماع السادس عشر لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة أعضاء المجلس وخلال أعمال الاجتماع أثنى سعادة الوزير على التعاون الملموس بين الأعضاء مؤكدا أن المراحل القادمة تتطلب المزيد من التكاتف وتوحيد الجهود للتغلب على التحديات وإنجاز المبادرات بنجاح ضمن الجدول الزمني المحدد لتحقيق الفائدة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدها قدمت الأستاذة شيخ عبدالله الفاضل مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عرضا مرئيا حول مؤشرات الأداء الوطنية لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى استعراض قيم مؤشرات الأداء للمبادرات المنجزة والنسب المستهدفة لها بالمرحلة المقبلة